أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان بن عبد العزيز غادر المملكة في إجازة خاصة لم تحدد وجهتها أو مدتها وعقب الإعلان عن الإجازة أصدر الملك أمرا أناب بموجبه ولي عهده الأمير محمد بن سلمان في إدارة شؤون المملكة خلال فترة غيابه وقال بيان الديوان الملكي سيتوجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اعتبارا من هذا اليوم الاثنين إلى خارج المملكة في إجازة خاصة وكان في وداع الملك السعودي بالمطار عدد من المسؤولين يشار إلى أن مصدرا مغربيا مسؤولا بفريق العمل المشرف على ترتيبات عطلة الملك السعودي كشف في وقت سابق لوكالة الأنباء أن الملك سلمان سينبي إجازته الصيفية بمدينة طنجة المغربية وذلك للعام الثالث على التوالي ترجمة نانسي قنقر